خلينا نبدأ ببعض الأخبار عن الأخبار المحلية بتاعتنا دايما بحب أبدأ الحلقة كده باربع خمس أخبار مهمين الأهلي طبعاً النهاردة سافر إلى اتمرن نهاردة وسافر إلى الجزائر عشان يستعد لمباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة مباراة اللي كانت مؤجلة في دوري أبطال أفريقيا لما الأهلي كان بيلعب في كاس العالم الأندية دي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباراة مؤجلة طبعاً في دوري أبطال أفريقيا الأهلي هيلعب يوم الجمعة وبعدين هيرجع إلى القاهرة يوم السبت وبعدين هيسافر تاني يوم عشرين إلى غانا عشان يلعب مباراة مع فريق ميدياما الغاني في جولة برضو من لقاءات دوري أبطال أفريقيا نهاردة سفير مصر في الجزائر الدكتور مختار وريدة سفير مصر كان في استقبال بعثة النادي الأهلي عايز أقول لكم برضو القايمة بتاعت الأهلي اللعيبة اللي سافرت النهاردة مع النادي الأهلي إلى الجزائر مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف تلت حراس مرمة وكريم الدبيس وعلي معلول وأكرم توفيه ومحمد هاني رمي ربيع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم مراوانة عطية أمام عشور عمر السلية وأفشة وكريم ندفت ومصطفى أبو الخير ده مصطفى أبو الخير ده أحد اللعيبة للشباب وحسين الشحات وأنطوني مودست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ريدا سليم ومحمود عبد المنعم كهرباء دي قايمة الأهلي في الجزائر طبعا قلت لكم ديانج مصاب وحقول لكم برضو خبر بعد شوية كده على ديانج وأيضا بيرسي تاو كان مجهد يعني كان عمل بطولة أمم أفريقيا مع منتخب جلوب أفريقيا وعمل مجهود كبير فجاي مجهد فستر كولر قال إن هو حيريحه من مباراة شباب بلوزداد وبعد كده يعني يكون بقى استعد عفيته وعمل ريكافري عشان بعد كده يشارك مع النادي الأهلي في مباراة ميدياما القادمة